بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة للمراجعة لمساق إدارة صحية واحد صفحة 83 الثانية المؤشرات المستشفائية ودورها في إدارة المستشفى طبعا هذه المؤشرات لها دور في نفس زود المدير بالبيانات المعلومات الصحيحة والدقيقة لاتخاذ القارات السليمة أو القارات اللازمة في عندنا هذه المؤشرات أو الإحصائيات الأرقام اللي فيها تكون يا أرقام مطلقة يا أرقام نسبي المؤشرات المتعلقة ببيانات خاصة بالمجرسة وهي على شكلين يا أرقام مطلقة يا أرقام ميش نسبي نيجي واحد واحد لأنه هذه الأسئلة فيه كتير يمكن إحصائية تطلع لك برقم مطلق رقم صحيح وفي إحصائية تطلع بنسب عشرية كسر عشري أو نسب مئوية الأرقام المطلقة اللي عبر عن عدد يعني عدد صحيح اللي هي عادة الدخول اللي بنقدر تقول عادة الدخول لمنستشفى الأندونيسي سبعة عشر حلو نص ولا اتناعشر حلو ثلاثة أربعة من عشرة لا يبقى رقم مطلق عادة الدخول خروج عادة حلات الدخول عادة حلات الخروج عادة الأيام المرضية عادة الموليد عادة المرضى المحولين عادة العاملة الجراحية عادة حلات الوفاة هذه كلها أرقام ميش مطلقة أرقام مطلقة جايك هذا في الأرقام الأطبقة والأرقام النسبية جايك سؤال أما الأرقام النسبية هي تشمل معدلات والنسبة يمكن حسابها من تقارير البلايات الشعرية وبتشفيدها في التخطيط وتقييم وتنظيم خدمات المستشفى طيب إذا بجتسألتك شعال تتضمن بعض الإحصائيات الأرقام المطلقة الآتية معادة أو كل الأرقام الآتية كل حسائة الآتية عبارة على أرقام مطلقة معادة كل حسائة الآتية عبارة على أرقام مطلقة معادة عادة الدخول عادة الموليد نسبة انشغال أسرة عادة العاملة الجراحية معادة إيش؟ نسبة انشغال أسرة هذا عبارة عن إيش؟ أرقام نسبية مش أرقام مطلقة يجي الأرقام اللي أطلق وحكناها الأرقام النسبية وحكناها تشجب المعدلات والنسبة التي يمكن حسابها أول حاجة من المؤشرات الأرقام النسبية اللي هي معدل التعداد اليومي خلال فترة زمنية محددة متوسط التعداد اليومي للمرضى متوسط أو معدل ليش بساوي سؤال امتحان هذا كل فصل ما لنقصت امتحان معدل التعداد اليومي خلال فترة زمنية يساوي مجموع أيام المرضى في الفترة الزمنية على عاد الأيام في الفترة الزمنية يبقى لو قلها سؤالتك سؤال قلت لك هش المعادل التعداد اليومي للمرضى في المستشفى أبو يوسف النجار خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021 بدك التعد يوم واحد الشهر تجمع أكم حالة أكم مئة أقدش حالة المرضى يوم واحد الشهر تجمع ما تنين الشهر وثلاثة الشهر واربعة الشهر وقمسة الشهر وستة الشهر وسبعة الشهر ويتقسمه على سبعة أيام يبقى يساوي تعداد اليومي خلال فترة زمنية محددة يساوي مجموعة أيام المرضى في الفترة الزمنية باستثناء طبعا المولد الجدد على عاد الأيام في الفترة الزمنية طب لا هذا شهر بعد تعداد اليوم من خلال الشهر مجموع المرضى كل يوم لمدة شهر على ثلاثين يوم طبعا يش بفيدنا هذا المؤشر يفيد هذا المؤشر في عرفة مقدارة الطلب على أسات المستشفى والإقبال عليها وكما هو عاد الأسرار المتوفرة لاستعمال كل يوم هذا المهم أن المؤشر هذا إشبه فيه إدني مقدارة الطلب على أسات المستشفى والإقبال عليها وعاد الأسرار المتوفرة لاستعمال كل يوم نسبة انشغال أو معدل انشغال معدل الموجود اليومي خلال فترة زمنية على عادل أيام في فترة زمنية على ضرب عادل أيام في فترة زمنية على الأسرار المتوفرة في المستشفى لو قلت لك أنا معدل الموجود اليومي من مرضى في مستشفى الشفى خلال شهر إبريل 2021 بالسوء اللي هو معدل الموجود اليومي خلال فترة اللي أخذناه من اللي هو من دخم واحد اللي هو البند السابق معدل التعدل اليومي ضربنا معدل التعدل اليومي في ثلاثين يوم وقسمناها للأسرة يعني وانا قلت لك الله عادل المعدل اليومي المعدل اليومي معدل اشغال أو معدل اليومي موجود يومي خلال شهر إبريل 2021 في مستشفى الشفى 600 مريض طيب عادل عادل الأيام خلال شهر إبريل كيف عادل أيام شهر إبريل ثلاثين يوم يقبل 600 ضرب ثلاثين يوم على عاد أسرة مستشفى الشفى عادل المرضى المعدل الموجود اليومي من المرضى للمرضى 600 على ضرب المدل الزميني شهر ثلاثين يومي شهر على الأسرة المتوفرة في الشفى 800 سرير وبحسوا بطل المعدل الموجود اليومي خلال الفترة الزمنية بطلع له معدل نسبة الإشغال الأسرة أو معدل الإشغال خلال الفترة الزمنية متأسف نسبة الإشغال الأسرة أو معدل الإشغال خلال الفترة الزمنية يساوي معدل الموجود اليومي خلال الفترة الزمنية ضرب عادل أيام في فترة الزمنية على عادل الأسرة قولنا 600 ضرب 30 على 800 نسبة اشغال الأسرة خلال شهر إبريل نموضح لك عاد الأيام الماضية خلال فترة زمنية على عاد الأسرة ضرب عاد أيام الفترة الزمنية هاي بقى طريقة ثانية معدل اشغال يومي بساوة تعداد اليومي للمرضى على عاد الأسرة ضرب 100 وهذا جبت السؤال هذا سهلك عليك إذا كان عاد المرضى في مستشفى الشهيد يظهر مستشفى شهداء الأقصى 200 مريض وعاد الأسرة 150 سرير وعاد الأسرة 250 سرير في يوم 8 6 2021 فكم تكون نسبة انشغال الأسرة في ذلك اليوم يبقى ليوم واحد عاد المرضى عاد الأسرة ضرب 100 العبارة الأخيرة في صفحة 83 سعبارة مهمة لأنها 100 نسبة انشغال الأسرة بتفيد نفيش في مؤشر العلاقة بالعرض والطلب وحنوضح ذلك في صفحة 84 لكن طلع علي في صفحة 84 فوق العبارة ما أحسنها وما زكاها إذا كان نسبة انشغال أعلى من المستوى المطلوب يعني ذلك عدم كفاءة العرض من الأسرة يعني إذا كان نسبة انشغال الأسرة 100 فوق المية في المية يبقى الأسرة مش كافية يبقى بدي أجيب بدي أدد أدخل أو أزود على الأسرة لكن إذا كان نسبة انشغال الأسرة أقل قدم الحد المقبول يبقى الأسرة زيادة عن حاجة المرضى وبالتالي بدأ قلب من عادي الأسرة إنقاص العرض هل جملة ثلاثة جملتين هذولا مهمات عندما تكون نسبة انشغال أعلى من المستوى المطلوب إيش يعني عدم كفاءة العرض من الأسرة لمقابلة الطلب عندما يكون معدل الإشغال أدنى من حد المقبول يعني أن العرض من الأسرة أكبر من الطلب ويتوجب على المستشفى إنقاص العرض من الأسرة ذلك العبارتين جايات في الامتحان صحة وغلط العبارتين جايات في الامتحان صحة وغلط عندما تكون نسبة الإشغال أعلى وعندما يكون معدل الإشغال أدنى استعملات المؤشر جاي في الامتحان اختياري سؤال اختياري استعملات مؤشرين له إنشغال أسرة نسبة إنشغال أسرة يستخدم كمؤشر في كل الآتي في أي منذ الآتي عليش مدى إقبال المرضى ويمكن تقدير إرادات المستشفى وتكلفتها تحضير الموازنة طيب الإرادات إيش علاقتها بالنسبة للإنشغال الأسرة بعض الثاني اختياري أو صح وغلط أنه لذلك المستشفى ترتبط ترتباطا طرديا بالنسبة للإنشغال الأسرة يمكن كل ما زالت إنشغال الأسرة كل ما زالت الإرادات يعني لو كان لسبة إنشغال الأسرة في المستشفى الشفى 90% يكون أعلى لو كان لسبة إنشغال الأسرة في الشفى 60% يبقى نسبة إنشغال الأسرة والإرادات العلاقة بينهم علاقة طرديا يعني كل ما زالت تسبة إنشغال الأسرة كل ما زالت الإرادات يبقى جيم هي قدامك بن جيم 84 أما بالنسبة للإرادات المستشفى ترتبط التباط المباشر بالنسبة إنشغال الأسرة حيث تزداد الإرادات بشكل مباشر بزياد تسبة الإشغال وتنخفض من خفاضها هذه العبارة جاياك صح وغلط واستعمالات المؤشر جاياك سؤال اختياري نيجي إلى رقم 3 في صفحة 84 عاد أيام الاستشفاء لأيام المرضية يشير إلى عاد أيام الخدمة المقدمة للمرضى الداخلين في المستشفى خلال فترة زمنية محددة حيث يبدو عاد أيام الاستشفاء لشهر ما مجموعة عاد المرضى الداخلين في كل يوم من أيام هذا الشهر اللي جايك في استعمالات المؤشر إيش أهميته استخدامات المؤشر استعمال ليش المؤشر تخطيط الإزامة المستشفى المستقبلية تخضيط إرادات وتكلفة الاستشفاء نيجي إلى رقم 4 صفحة 85 1800 معدل أيام الاستشفاء هذا الاستشفاء سأل still اليوم من المرضى المنوى من خلال فترة محايدة على خيارك على الحالة الإدخالات أو على المرضى المخرجين خلال نفس الفترة لو أنا جئت لك سؤال قلت لك معدل قصد عادة أيام المرضى المنوى من خلال شهر إبريل 2021 عشر تلاف يوم وعادة الإدخالات عادة الإدخالات 2500 حال عدد أيام المرضى لما جمعناهم كل يوم عشر تلاف وعادة حالة الدخول 2500 عشر تلاف تقصيب 2500 بسوى أربعة أيام يبقى معدل أيام القاملة كل مريض أربعة أيام أو قل لك عادة أيام المرضى المنوى من عشر تلاف مريض وعادة حالة الخروج 2000 مريض عشر تلاف على ألفين يبقى معدل أيام القاملة خمس أيام طريقتين الحل عادة أيام المرضى المنوى من خلال فترة محددة على عادة الإدخالات أو عادة طريقة ثانية عادة أيام المرضى المنوى من خلال فترة زمنية محددة على عادة المرضى المخرجين خلال نفت الفترة طب إيش أهمية ذلك إيش أهمية ذلك طلع تحجيم ويجير بالذكر على المتوسط ويجير بالأقامة ليس من قياس دقيق الكفاة المستشفى لذلك يفضل حسابه على اساس خصاص المرضى مثل الجنس والعمر العبارة اللي بعدها ويستعمل هذه مهم العبارة مش الفقرات التحجيم ضعف الرعاية الطبية في تحتيها فقرتين متوسط للقابة ليس من قياس لدقيق الكفاة المستشفى والعبارة الثانية ويستعمل هذا المؤشر لدلع نوعية الخدمة المقدمة وكسر للرقابة وضبط استعمال خدمات المستشفى ويقولك أي من المؤشرات الآتية شعار اختياري أي من المؤشرات الآتية يستخدم للدلالة على نوعية الخدمات المقدمة ووسيلة للرقابة وضبط استعمال خدمات ومنشآت واسعة المستشفى نسبة انشغال أسرة معدل التعداد اليومي معدل الأيام الإقامة معدل الدوران إيش هو المؤشر اللي بفيدني في الدلالة على نوعية الخدمة المقدمة ووسيلة للرقابة وضبط استعمال خدمته ومشاهدة ووسيلة المستشفى اللي هو معدل أيام الإقامة صفحة 85 ديربالك معدل أيام الإقامة معدل الدوران جاي خرم معدل هذه معدل دوران السرير رقم 5 في صفحة 85 معدل دوران السرير يساوي عادل مرضى المخرجين بمفذك الوفاة على عادل أسر على عادل ديش؟ جايك الاختيار للسؤال كتا اختياري معدل دوران السرير يساوي عادل مرضى المخرجين بمفذك الوفاة على ألف عادل مرضى باعا عادل أسر جيم عدد اللي هو كذا يبقى ليش على عادل أسر ليش معدل الدوران عادل مرضى المخرجين بمفذك الوفاة على عادل أسر ما معدل الدوران المقصود فيه ؟ أن هذه الحالات التي تنمع نفس السريط في الفترة الثمنية محلوظة ما معدل الدوران ؟ ما معدل الدوران ؟ ما معدل الدوران قل .. كل ما زالت مدل الإقامة يعني ذلك أن مدل الإقامة تكون طويلة يبقى العلاقة بين معدل الدوران وبين موجودة الإقامة ومعدل الإقامة علاقة عكسية دي البالك العلاقة بين الإرادات ونسبة للشغال الأسرة طردية العلاقة بين النفقات ونسبة للشغال الأسرة طردية لكن العلاقة بين معدل الدوران وموجودة الإقامة علاقة عكسية هذه الأمر ذي هي كل امتحان معدل دوران السرير يتبط عكسيا مع معدل الإقامة كل ما زاد فكل ما زاد معدل الإقامة قل معدل الدوران والعكس صحية هذه مهم يا سيدي هذه يا بنات يا شباب مهم موضوع معدل دوران السرير مهم قلتك الفصل كل مهم صفحة 85 معدل خلو الأسرة الثابت ايش بساوي جايك هذا العبارة صح وغلط يساوي 100% نقص معدل إشغال الأسرة معدل خلو الثابت 100% نقص أعلى معدل إشغال صفحة 86 فوق 85 تحت معدل خلو الأسرة وكل يساوي 100% معدل إشغال الأسرة لكن معدل خلو الثابت 100% نقص أعلى معدل إشغال معدل خلو المتغير معدل خلو القل نقص معدل خلو الثابت فترة الخلو ما شرحناها النسبة عاد الموظفين إلى عاد الأسرة لتفهموا هنا أن عاد الموظفين لكل سرور بزيد في المستشفى التعليمية والمستشفى المتخصصة يجيب في أسر المتحام يبقcji تأثیر نسبة عالد الموظفين ، الى عادل اثرة B تزداد ليست أيcar P تزداد هذه النسبة انتها بنشاء بها تزداد حجم المستشفى تزداد هذه النسبدة حجم المستشفى كمستداد نسبة هذه النسبة المتخصى في المستشفى العامة تزداد هذا النسبة بنشفىات التعليمية يبقى النسبة للموظفين عالدة مستشفى حجم المستشفى بتزيد في المستشفى تزداد هذه النسبة ستأثر نسبة الموظفين للإسراء بمتالية تزداد هذه النسبة بازديال حجم الأسرى للمستشفى زياد هذه النسبة بتخصى عنها في المستشفى العامة تزداد هذه النسبة المستشفى التعليمية جايك هذا السؤال الإختيار يا سيدي يعني تفسير إذا كان مثلا مستشفى عام أربع موظفين لكل سرير في المستشفى التخصصي خمسة أو ست موظفين لكل سرير طيب في المستشفى التعليمي لغير التعليمي اللي بتدربوش في الأطباء والتربية والسكتارية عاد الموظفين ثلاثة لكل سرير لكن في المستشفى التعليمي يمكن يكون خمسة لكل سرير يمكن تزداد نسبة عاد الموظفين لعاد الأسرة تزداد النسبة بزياد حجم المستشفى تزداد هذه النسبة بالمستشفى المتقصة عنها في مستشفى العامة تزداد هذه النسبة بالمستشفيات التعليمية لماذا تستعمل بجهة استعمال المؤشر في تحضير موازنة المستشفى السنوية تمكن مؤشرات استفائية من مراقبة أنشطة المستشفى وفعالتها بشكل مستمر ومن وقت إلى آخر بنيجي آخر الموضوع العوامل مؤثر على استخدام المستشفيات الاستعمالية في مجموعة عوامل وشرحته أنا تؤثر على استخدام المستشفيات الاستعمالية وهادك صار كم واحد صفحة 87 جاي فيهم سؤال اختياري أو سؤال اختياري وسؤال صح وغلط من أهم العوامل مؤثرة على استخدام المستشفيات الصفحة 86 تحت وفرة مش كنا نعدلها وفرة الصرر الاستشفائية وفرة الأسرر الاستشفائية طرق تفع التكلفة توزيع الأسرة إلى آخره سلكة الأطباء حجم المرضية بالمجتمع ظروف السكن هذا ابتقراءها العوامل قتلناها بحث شرحناها في آخر محاضرة العوامل مؤثر على استعمالية المستشفيات جاي فيها سؤال اختياري وسؤال صح وغلط بهيكم يكون هنا مراجعة تمنياتي لكم بالتوفيق وكل عام وأنتم بخير شكرا لكم على حسن الاستماع وشكرا لكم على ما شعرنا فيه من أدب ومعاملة طيبة خلال المحاضرات الوجاهية الله تكون عافية شكرا لكم